شدينا موجز الأهم وآخر الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا بساند التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جريدنش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة كما تأتي مشاركة الرئيس السيسي تعزيزا للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وكذلك التشور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع دول المشاركة بالقمة هذا وسيعقد رئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعقب جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن بقصر السلام في جدة أكد البيان المشترك الصدر بين الجانبين على ضرورة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وشدد البيان على تعزيز مصالح الدولتين ورؤيتهم المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام وفي البيان أكد الجانبين أيضا على أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجة وأهمية مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية وضرورة دعم حكومات المنطقة التي تواجه خطر الإرهابيين أو الجماعات التابعة والمدعومة من قوى خارجية وخلال كلمتي في مدينة جدة وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مباحثته مع العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد بالمهمة وأكد رئيس الأمريكي أنه تم إجراء مباحثات حول ما يتعلق بضمان أمن الطاقة مشيرا إلى أن رياض ستشارك في مبادرة الطاقة النظيفة وقال بايدن أنه يفعل كل ما في وسيه لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة هذا وقد وقع الجانبان خلال الزيارة ثمانية عشرة اتفاقية ومذكرة للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة من بينها تعزيز تطبيق الجيل الخامس من الإنترنت تعهد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي رازنيكوف بعدم استهداف الأراضي الروسية براجمات الصواريخ الأمريكية هاي مارس وأكد رازنيكوف أن عدم استهداف الأراضي الروسية كان شرطا لحصول كييف على هذه المنظومات مشيرا إلى أن كييف سوف تستخدم الأسلحة الأمريكية لتحرير الأراضي الأوكرانية كما أعرب رازنيكوف عن ثقاته فأن الغرب سيوفر لأوكرانيا طائرات ودبابات حديثة أكد رئيس الوزراء المجري فيكتر أوربان أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بفرضه عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وقال أوربان أن العقوبات على روسيا لم تحقق أهدافها وكان لها آثار جانبية على جميع أعضاء دول الاتحاد ودعى رئيس وزراء المجر الاتحاد إلى تعديل سياستهم بهذا الصدد التقى المرشحون الذين يتنافسون على خلافة رئيس الوزراء بريطاني بواث جونسون وجها لوجه خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهم وتمكن كل من وزير الدولة للتجارة الدولية باني موردانت ووزير المال الصابق ويشي سونك ووزيرة الخارجية ليز ترس ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كامي باتنعق والنائب توم توجنهات من مناقشة رؤية خلال المناظرة وتبينت إجابات المرشحين لخلافة جونسون حول مدى مصدقية وأمانته أما رياضيا فتأهل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى دور نصف هائي من بطولة كأس أفريقيا بعد فوزه الكبير على نظيره الجزائري بنتيجة 3419 وبهذه النتيجة سيواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي المتأهل على حساب القنغو الديمقراطية كما ضمن منتخب مصر التأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 في السويد وبولندا نهاية منجزة تساعد الآن نرجع لشازلي وبسانت عشان يكملوا بقية فقرة صباح خير يا ماصر شكرا لك يا ليندا